موسيقى حاجة من الحاجات اللي احنا رصدنيها مؤخراً هي حالة موت مصطرع بوحدة أخرى بشربان من ولاية المهدية اللي توفى فيها رزوجة عمره 27 سنة في إطار مطاردة كالعادة في إطار مطاردة غير قانونية نتجة عنها الموت يمكن البلو بيختناه في الملف إنو إحنا ولا عنا أعوان إنفاذ قانون يمنعوا سيارة الإسعاف لأكثر من ساعة ونص من إنهم ينقلوا جريح يدموا يسكسك في الكياس ويمنعوا العباد حتى صحابه اللي دعموا حتى من إنهم يهزوه اللي لن تفل خسر عمره حالة من الحالات الأخرى زادة وكانوا اليوم إحنا عنا أعوان صول بوزار الداخلية لا تفهمش عمره لا تفهمش أيمن عثماني لا تفهمش عب السلام زيين لا تفهمهم حتى حد كما رينا تصاور ناس كل الجمهير بختيكموا على بعضها القاز في صالة في قاعة رياضية مسكرة مسايب على بعضه ومع ذلك الأعوان تشوف العباد تعيح على بعضها ولم تتهون على إنها تشبد المتراك وإنها تدخل فيهم بالضرب إحنا في ظرف شهر وخمستاش نيوم رصدنا أربع حالات موت مستراب اللي هي كانت تصير في أوقات مختلفة جنيها الموامة نقول وإحنا على العام ونص عامين تلقاش مواطن تونسي يخسر رحياته على خاطر أعوان الداخلية يأما ما قاموش بخدمتهم يأما قاموا بخدمتهم أزيد من الليزم نفس الحكاية قاعدة التعاود لأنه مفما حتى حدي تحاسب ولأنه مفما حتى ضحية أخذت حقها ولأنه مفما حتى يعني جهاز سواء أمني إداري صن البوزار الداخلية حاسب ولا حتى جهاز قضائي حاسب احنا مشكلتنا أنه حتى الملفات القديمة يعني حتى الضحايا اللي توفيوا 2013 مثلا وليد دنجيرا ووليد دنجيرا والملف تحفظ أحلام وأنس دالهم اللي كانوا من أول الضحايا 2014 بعد تسع سنين من استنزيف العائلة في احترام القانون والإيمان بالسلطة القضائية نحن نعلم أنه الدايرة نهارة التصريح بالحكم ترتقي أنه غير مختصة وتحيل الملف للمحكمة العسكرية يعني بعد تسع سنين من أعمال تحقيقية ومن أبحاث ولعوان في حال تصراح ومزلوا يخدموا يعني في القصرين وأحلام يشوفهم كل يوم الصباح ولعباد تحاول أنها تصبر روحها إيمانا بأنها تأخذ حقها فما حتى حد حاسب ملغ وزموة وزارة الداخلية عندها نوع من السياسة وذي إنا احنا كنا رصدناه ووقت المشينا عملنا المراقبة والرصد صعوب الملاعب أو الملعب على الأقل يعني تلقاه الماتش مثلا يبدأ الأربعة من العشية يجيب العون من ستة صباح وغالما يجيبوهم من تعزيزات من أماكن وملايات مختلفة من ستة صباح وهو في الباقة حتى نص النهار نص النهار وين يبدأ يحلوا في الببان ويحذروا في البريارات ويضعوا في الدنيا ماضي الساعتين يبدأ مثلا الدخول الأربعة يبدأ الماتش قالوا لا ما يخلط للأربعة كان ما تقول له صباح خير لو علمش يسمعك فهمت؟ اللي هذين المواطن ما عنده فيه حتى دخل تحس ساعات وكأنه احنا في حلقة مفرغة لغاية أصلا متع السياسة مهيش سياسة أمنية ومهيش حماية المواطن وإنما السياسة لخلق العنف معناتها احنا كيفاش نجمو مهيش العنف في أكثر من شين والمشكلة هذي اللي تولي من بعد لعوين تقرف تقول لك ليه أنا في القصان ما نخدمش كما صار مع تقريب ترجل رياضي التونسي على حبر ما نتذكر وبعد تقول لك ليه نحب بعد شقان الفطر معناتها مذبية نأمن المقابلات قبل شقان الفطر وبعد تقول لك ليه يعني تجيك مجموعة أخرى تقول لك ليه قبل شقان الفطر ومبعد كان صارت كارثة في الباب ولا استفزاز والله يسمحوه الأمني موه صايم وتاعب وكلام ذاك الكل يعني تلقى روحك غير ما في حلقة مفرغة لإنتاج العنف والأتعس من هذيه إنه من بعد ما نحاسبوش عوين اللي يغلطوه موسيقى 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 في علاقة بالمحاسبة نحن نقبض تونس جمهورا وشعبا ودولة إنه نهار معناتها النجمو نلقاو إرادة معناتها لا نلقاو الإرادة السياسية أما نلقاو الضمانات زادة لتحقيق هذه الإرادة السياسية في إطار تفعيل محاسبة كاملة وشاملة كاملة وشاملة زادة بدون تشفي كاملة وشاملة مع إصلاحات قطاعية قد تكون ضرورية معناتها خطروا الفكرة من المحاسبة ما هوش إنه فما عاون غلط يشد الحبس ليه ليه إذا فما إصلاحات قطاعية ممكن تصير على مستوى وزار الداخلية زادة راي ريزمها تصير بش أنا غدوة ما نقعدش فاس على عاون أمن زادة نخسروا في إنه يدخل الحبس على خاطر عرفوا قالوا أعمل مطاردة قانونية وعرفوا ما تحسبش وهو ما يعرفش إنه هو عنده متخاشب لازموا يدور فيه بالضبط دير من الحاجات اللي تخوف وتحزن في ملف عمر العبيدي إنه فما عاون أمن للـ 14 المتهمين أول نهار عنده خدمة أول نهار عنده خدمة صنب وزار الداخلية أول نهار عنده خدمة صنب وزار الداخلية وزار الداخلية تهزوي أمن في مقابلة الرياضية في أكبر استاد في رادس معناتها يلقى روحه عنده عرف يقول له اجري خارج محيط استاد يلقى روحه يجري يلقى روحه ملبوس في روح يلقى روحه على العالم معنى تتونسوا الكل تقولوا لازم تدخل الحبس احنا ما خلقناش نوع من البديل السياسي انه انت قادر اليوم تحكم من غير موزارة الداخلية تخليها ترتع كما تحب وتجيبها تحت جناحك بنوع من الابتزاز السياسي لحقيقة اللي ساعات سمحوني في الكلمة ميناجم يكون رخيص انه هاو انا نطفي الضوء على الجرائم اللي انت تعملها وانا اخويا خليني نتفرع وانا نقول لك اه بتوقف فلين مغير موجب لذلك تلفي على خاطر اينا مطفي عيني على دوسيتك هذي نكبتنا وازمتنا معانيتها والأتعس من هذي انه احنا يمكن دخلنا في فاز جديدة انه احنا ما عادش عالنا بوليسية كهو متاع السلطة احنا وليو عالا قضاءات متاع السلطة لذلك تلقى روحك عندك قضاءات خايفين تلقى روحك عندك قضاءات يصنصروا رواحهم باش ما يصيروا لهم مش كيمة زملائهم وتلقى روحك عندك قضاءات يعتمروا بأوامر السلطة تلقى روحك عندها بالاشتراك على الاشتراكни اشتركوا في القناة نزيل الدور بتم trong قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحناو باللقناة اشتركوا في القناة شكرا